سيناء حبيبتنا كلنا سيناء الجبهة الشرقية لجمهورية مصر العربية من سنة 1981 لغاية 2012 حاجة و 30 سنة بنقول هنعمر سيناء وسيناء رجعت حلوة لنا وحاجات كده بنغني لها طبعا بعلنا حاجة و 30 سنة بنقول نحن اي نعم في مشاريع سياحية وفنادق كثيرة في شرم الشيخ ودهب ونوبع وطبع والغردق كده يعني لكن هاملين بشكل غير طبيعي اهل سيناء بدوي سيناء الناس اللي ساكن هناك اللي قاعدة هناك طول حياتها واللي ساعدت مصر في حروبها ضد اسرائيل بأن عدد كبير من السنوات هاملين ان احنا نبقى فيه اعمار هناك يبقى فيه اه عدد كبير من سكان اه جمهورية مصر العربية ان هم يروحوا يشتغلوا هناك او يعمروها بشكل او باخر الدكتور كمال الجنزوري في اه من حوالي اسبوع قاعد مع مشايخ سيناء ووعد بعدد كبير من المشاريع النهاردة اريد في جردية الاهرام ان فيه مية وتمانية مليون اه جنيه مبدئيا بداية في مشاريع خلينا نتكلم في الفقرة دي مع ضيفي استاذ الدكتور سليمان صالحة عضو مجلس الشعب ورئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة ونائب عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة شمال سيناء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على كل مصر. منورنا يا فندم ومعليش متأخرة شوية بس الف مبروك اه في مجلس الشعب. الله يباري. بعد اذن سيادتك مش مش بقنت حاجة وتلاتين سنة بنقول ان احنا المفروض ان احنا هنعمر سيناء. اه. ليه لحد دلوقتي مفيش اي انجاز وكل مرة في النظام السابق وفي النظام الحالي وغالبا في النظام اللي بعد كده ربنا يسطر يعني مفيش حاجة بتحصل في سيناء. اسمح لي اولا ان اقول ان الامر الوحيد لتقوية اقتصاد مصر هو تعمير سيناء. تمام. بناء اقتصاد مصري قوي لا يمكن ان يتحقق الا اذا تم تعمير سيناء. سيناء هذه مليئة بالثروات التي يمكن ان توفر دخلا قوميا لمصر يفوق كل ما يمكن ان نتخيله. بناء المستقبل هو في سيناء. الامر الثاني ان الذي منع تعمير سيناء هو الخضوع للاملاءات والشروط الاجنبية. واذا تعمير سيناء بعد ثورة خمسة وعشرين يناير هو تعبير عن استقلال مصر وحرية ارادتها وانها امتلكت القدرة على ان تتخذ قراراتها طبقا لمصلحة شعبها. الامر الثالث انه اه كانت المشروعات كلها مشروعات هامشية قليلة القيمة لا تؤدي لا تدخل في اطار التنمية الشاملة والمتكاملة وليس لها اهداف الا المسكنات الوقتية القليلة القيمة. الامر الرابع انه لا يمكن تنمية وتعمير سيناء مع وجود ظلم حل باهلها. مع شعور الناس في سيناء بالظلم. اللي يابد لكي تعمر سيناء ان ترفع عنهم هذا الظلم ان تجعلهم يشعرون بانهم مواطنين مصريين حقيقيين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات. بدون قطع كلامك يا دكتور. نعم. بدون قطع كلامك انا اسو. احنا كلنا بقالنا تلاتين سنة بنقول ان هما عندهم حقوق. بقالنا تلاتين سنة عمالين نقول ان ده الحل الوحيد للمستقبل مصر. خلينا نرجع للنقطة اللي حضرك قلتها دلوقتي ان فيه املاءات من بره بتقول لا ما تبنيش هنا او ما تعمرش هنا او ما تستثمرش هنا وخصوصا ان سنة فيها كثير من الثروات. نعم. حضرتك المقصود من امريكا مثلا هي اللي بتقول لا ما تعمروش هنا. اسرائيل وامريكا. اسرائيل وامريكا تمنع منعت النظام السابق من من القيام باي مشروعات حقيقية اه لتعمير سنة. الامر الثاني انها هي التي دفعت النظام السابق لظلم اهل السنة. وللتعامل معهم بشراسة وقسوة وشديدة وبقوة الامن. ملف سنة طوال تلاتين سنة سلم للامن ولم يكن ملفا سياسيا. سلم للامن ليقهر اهل سنة ويشعرهم بالظلم. طبعا امن الدولة طبعا امن الدولة. وهذا يتم لمصلحة اسرائيل وامريكا. ونحن اولا لقادة اسرائيل قالوا عن حسن مبارك انه الكنز الاستراتيجي لاسرائيل. وقد اتضح ان اهم خدم به اسرائيل هو منع امكانيات تعمير سنة. ولو رجعنا الى مذكرات حسب الله الكفراوي او ما قالوا حسب الله الكفراوي انه حسن مبارك منع هذا منع تعمير سنة وقال كفايا عليهم كده. كفايا على الناس دول هذه الشوية المشروعات. المصيبة انه هو حتى مش كفايا كده مثلا يعني الكلمة اللي قالها دي انه هو كفايا عليهم كده. المصيبة انه هو كفايا عليهم كده اهل سنة نفسهم بالبدو نفسهم ولا بيشتغلوا في المشاريع ولا بيملكهم اراضي ولا يعني بيعتبروهم حاجة تانية كده خارج جمهورية مصر العربية. اولا لكي تعمر سنة لابد ان تستثمر هؤلاء الناس وتجعلهم اساس لهذه التلمية. اولا هم اول شعور وقع عليهم اولا هذه الصورة النمطية السيئة التي رسمها لهم وسائل الاعلام رسمتها لهم اجهزة امن الدولة في كل مصر. خلقت حالة من الكروهية نتيجة ان الصورة اولا هو تجاهل تاريخهم في الجهاد والكفاح لتحرير الارض. تمام. وهناك الالاف من اهل السناء اسماء كبيرة مجاهدين كبار قدموا تضحيات عظيمة من اجل استعادة مصر. يمكن ان اذكر لك الان الاف الاسماء. هناك ايضا اهل السناء الذين قاموا بانقاذ الجيش المصري في عام 1967. وهناك من قام بانفاق امواله كلها من اجل انقاذ الجيش المصري. اقول لك على سبيل المثال عندنا عمدة كبير اسم العمدة ابو مرزوق. وهذا رجل كان له جهاد عظيم في انقاذ الجيش المصري. انا استطاع ان اعود لك الالاف من اهل السناء الذين قاموا بادوار حقيقية في ذلك. لكن هل قدمت وسائل الاعلام صورة عنهم. الصورة التي قدمها وسائل الاعلام انهم مهربين مخاطرات. تجار احداث عنف اسلحة. هذا كلام غير سعر. اولا اقول لك منطقة بئر العبد هي المنطقة الوحيدة في جمهورية مصر العربية التي لم يتم الاعتداء فيها على اقسام الشرطة خلال ثورة 25 اناير. نعم. وهم الناس هم الذين حموا. من اجل ذلك اقول لك ان ناس هم الذين يمكن ان يحموا الامن. الناس هم الذين يمكن ان ازرعوا الارض. ويحققوا التنمية. المدخل الحقيقي ليه التنمية هو رفع الظلم عن هؤلاء الناس. اشعرهم بانهم مواطنين مصريين حقيقين. اولادهم يمكن ان يدخلوا كليات الشرطة وكليات الحربية وكل الكليات. ابنائهم يمكن ان تكون مفتوحة امامهم جميع المناصب في الدولة. ليحصلوا على كل الحقوق. لهم كل الاحترام. ولهم كل التقدير. هذا هو الخطوة الاساسية التي يعني من حقهم. نحن نهتم باهلها. يعني الناس اللي عايشة. مش اننا ابني فنادق فقط. انا اقول ان من حقهم ومن حق شعب مصر كله. تمام. الان على الدولة ان تكرم ابناء سيناء. طيب. وان تعطيهم كل الحقوق. ايه. الامر الثاني انا اقول لك رفع الظلم في مسألة تمليك الاراضي. هذي ارضهم. طيب انا هفتح. انا هفتح حضريك الموضوع ده. نعم. بس خلينا عشان موضوع الملف الامني. نعم. او المشاكل القضائية. اه قرينا في الجرائد ان الوزير اه رئيس الوزراء كلف وزير العادل باجراء تعديل تشريعي. عشان يطلع الناس المسجونين. هو اولا هذه القضية نحن الذين اثرناها في او بدأنا اه نعمل من اجلها في اله نتيجة ان اننا لدينا اه نحن مين حضرتك. لا النواب حزب الحرية والعدالة. تمام. في المجلس الشعب. كويس. اه نحن لدينا شكاوى حقيقية من انه تم تلفيق الكثير جدا من القضايا لابناء سيناء. طبعا. وهي قضايا غير حقيقية. نعم. وبالتالي نحن نسنا ضد القانون. اي. الذي اخطأ لابد ان يعاقب. لكن نقول انه لابد من اعادة التحقيق في كل القضايا لكل الناس. لانه على سبيل المثال. بعد احداث تفجيرات طابة. تم القبض على الالف من الناس. بعد ان نقول نحن ونقول اننا اللي ارتكب جريمة لا يعاقب. لكن اللي ارتكبش جريمة وتم تلفيق قضية ضده. مم. فاذا من حق شعب مصر. وهو ان يحصل على تعويض. مم. عن هذا الظلم. الذي لحق به. مم. نحن لا يمكن ان نترك مظلومين داخل هؤلاء السجون. وانا اعتقد انهم اكثر من نسبة تسعين في المية. طيب. من هؤلاء. مم. قد وقع عليهم ظلم. تم تلفيق القضايا لهم. القضايا لم تكن حقيقية. مم. القضايا اه يعني تم الظابط عايز يترقى. مم. فبيجيب حد من اهل السيناء. مم. ويلفق له القضايا عشان يترقى. مم. يعني ده هو كل القصة. مم. فاذا مش عشان تلقيات الضباط. مم. يتم سيني ناس ابرياء مظلومين في السجون. مم. تمام واضح. نعم. دكتور بعد اذن سيادتك انا اه يعني من اي من الايام القليلة يعني اللي انا اه شفت فيها وشوش شيوخ. نعم. لما اه دكتور كامالي الجنزوري رئيس الوزراء قعد معاهم في لقاء رسمي. نعم. وودي. وشوفنا الصور وشوفنا الشيوخ اه سيني وهم بيتكلموا بطبعتهم وعلى طبعتهم بدون تكلف وبدون. وفي رحة نفسية كده نحيتهم. حضرك حضرت اللقاء ده? لا. هو اولا تم تجاهل نواب سيناء. يعني ايه? وهذا تجاهل للارادة الشعبية التي جاءت بهؤلاء النواب الى مجلس الشعب. ولا يمكن اصلا ان يتم تنمية وتعمير سيناء دون اشراك هؤلاء النواب. ودون ان الاستماع الى هؤلاء النواب. تجاهل هؤلاء النواب يعني ان هناك نية اساسية لعدم تعمير سيناء. لان هؤلاء النواب هم الذين يمتلكون الرؤية الحقيقية الشاملة والمتكاملة لتعمير سيناء. وهذا برنامجهم الانتخابي. ونحن نواب حزب الحرية والعدالة لدينا مشروع متكامل وشامل لتنمية وتعمير سيناء. وهذا هدف اساسي من اهدفنا كحزب. وليس فقط كنواب سيناء. ولكن كحزب الحرية والعدالة بشكل كان هو هو الحزب الوحيد الذي يمتلك في برنامجه الاساسي ملحقا كاملا لتنمية وتعمير سيناء. ونحن نعتبر ان تنمية وتعمير سيناء هو مشروع امن قومي. لكن كون ان ان المحافظ سيناء والرئيس الوزراء يتجاهلوا ارادة شعب سيناء بهذا الشكل. ولا يقومون ويتجاهلوا نواب سيناء. فهذا عمل يعني انه لم تكن ليس هناك نية حقيقية لتعمير سيناء. الامر الثاني. ان اننا لدينا شكاوى حقيقية من كل الناس. ان انهم اولا يتم تجاهل هؤلاء النواب لاخفاء الفساد في سيناء. هناك فساد حالات فساد شديدة جدا. اولا في توزيع الوظائف. توزيع الوظائف يتم بالمحسوبية والوسطى وليس على اساس الكفاءة وليس على اساس العدل. ونحن قلنا من البداية اننا نريد الاشراف الكامل على كل الوظائف لتحقيق العدل. ليست هناك وظيفة توزع على احد من فلول الحزب الوطني او من. اه. لكي يؤديها. دكتور انا بس بقى استأذنك. يعني طيب ردا على الخبر النهاردة اللي منشور في جريدة الاهرام ان في مية وتمانية خصصوا دلوقتي حالا رايحين. عشان يعني حضرق تابعة الخبر ده طيب. نعم. المية وتمانية مليون دول رايحين حيستصمروا فين او حيعملوا بيهم ايه. حيشغلوا ناس من بدو سيناء ولا مش حيشغلوا. يعني حضرق تابعة هذا الخبر. نعم. اولا هذا كمن يكون عنده آآ سرطان فياتي الطبيب ليعطيه مسكن آآ آآ حبيت اسبرين. نحن نقول اننا لابد ان نعمل في اطار مشروع متكامل لتنمية وتعمير سيناء. ورفع الظلم عن اهل السيناء. والمية تمانية مليون نريد ان نعرف كيف سيتم انفاقها. هو بالمناسبة تم انفاق الكثير من الاموال. لكن اين ذهبت هذه الاموال. نحن نريد المال ان يوظف بشكل حقيقي لخلق فرص عمل. لخلق مشروعات كبيرة. اللي فاتح مصادر الرزق للناس. الناس مظلومين وفي ازمات كثيرة جدا. الناس في آآ آآ يعني هل تتخيل. مهن آآ آآ ان المواطن في السيناء يحصل على اتنين كيلو دقيق في الشهر. مهن. في حد في الدنيا بيأكل اتنين كيلو دقيق في الشهر. هناك ازمات في الغاز. هناك ازمات في كل شيء. هناك ازمات في الوظائف. الفقر آآ يعني يضرب يعض بانيابه كل انسان آآ في السيناء. مهن. واذا لا يمكن. هل تتناوي انك انت تتقدم آآ بيان او كده. نعم. في مجلس الشعب عن هذا الموضوع. نعم. نعم. اولا آآ آآ تجاهل النواب هو معناه تجاهل لارادة الشعب. وتنكر لارادة هذا الشعب. ازا كانت هذه الحكومة لا تعترف بهؤلاء النواب وبمجلس الشعب فان هؤلاء النواب لا يعترفون بشراياتها. ولا يعترفون بشرايات المحافظة. مهن. ازا كان هو لا يعترف بشراياتنا فنحن لا نعترف بشراياته. ولا بد ان يكون آآ توزيع الوظائف. وتوزيع المشروعات. وتوزيع كل فرص العمل. وتو و و والتلميع الحقيقة في السيناء تحت شراف نواب سيناء. الذين انتخابهم الشعب بارادته الحرة. مهن. هذه اول انتخابات حرة ونسيها تجري. توقف. 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 أنت ليه مدعتناش مع شيخ سيناء أنا بأقول له الآن على الهواء حضرتك يعني ما روحتش أنا أقول له الآن على الهواء لماذا تجاهلتنا لماذا تجاهلت نواب سيناء الذين انتخابهم الشعب بإرادته لماذا لا تريد أن تجلس معهم وتعرف المشكلات الحقيقية للسيناء لأنهم سيقولون لك ببساطة شديدة أن شعب سيناء يتعرض للظلم وأن الوظائف توزع على محاسيب الحزب الوطني القديم وتعطى بالوسطى والمحسوبية ولا توزع بالعدل وأننا نريد أن نحاسب على كل أشكال الفساد ولا أكشف كل أشكال الفساد في سيناء دكتور حضرتك قعدت مع أهل سيناء والشيوخ العرب بتوع سيناء مرشح حزب الحرية والعدالة خلال الأربع شهور الماضية جلسوا في كل مجعد ما نسميه مجعد مجعد يعني مجلس أو ديوان العائلة في كل مجعد على أرض السيناء وصافحوا كل إنسان على أرض السيناء حضرتك قعدت معاهم أنت شخصية طبعا أنت قعدوا مجلس الشعب ونائب عن الناس دي أنت شايف أول حاجة المفروض نهتم به هو إيه أولا رفع الظلم عن هؤلاء الناس تشكيل صورة حقيقية صورتهم الحقيقية لدى شعب مصر لفع كل أشكال التمييز وعدم المساواة عن أبناء سيناء الأرض لابد أن يتم تملكها ويعني أعطاء الأولوية والفرص لأبناء سيناء لكي يتملكوا أرضهم دعوة كل أبناء سيناء اللي هم موجودين وهم بالنصف مليون في أرض مصر أن يعودوا إلى سيناء ليعمروها تكوين شركات مساهمة فتح ميناء الصيد في رمانا لخلق فرص عمل بناء جامعات حكومية جديدة على أرض سيناء وهذه الجامعات الحكومية يمكن أن تشكل حولها مدن مليونية تجذب السكان وتخلق فرص عمل وتخلق فرص للتعايم في مدارس كفاية في سيناء لا ليس هناك مدارس وحتى المدارس الموجودة لا يوجد فيها مدرسين ونحن نحاول فقط أن نحصل على بعض وظائف المدرسين فلا نجد بينما المدارس في سيناء تعاني من عدم وجود مدرسين كيف يمكن أن يكون هذا ستاذ الدكتور سليمان صالح حضو مجلس الشعب ورئيس قسم الصحافة وكلية الإعلام جامعة القاهرة ونائب عن حزب الحرية والعدالة عن دائرة شمال سيناء شرفتنا فندم شكرا جزيلا وتمنى أن حضاك تزورنا تاني الله يبدو وانتابع المية وتمانية راحوا فين شكرا يعني تابع لنا بعد إذنك المية وتمانية دول مليون راحوا فين ويعملوا فين شكرا جزيلا احنا بنتطلع إلى تعمير سيناء تعميرا حقيقيا شكرا لكي يتم بناء اقتصاد مصري قوي في المستقبل بإذن الله يقوم على تنمية وتعمير سيناء وعلى ثلوات سيناء شكرا جزيلا عضلاتكم فاصل ورجعين بفقرات تانية إن شاء الله شكرا